السلام عليكم وانهن وسهلا بكم في فيديو جديد هذا الفيديو رح يكون هو الحلقة الأخيرة من سلسلة فيديوهات كل ما يخص دراسة طيران اللي سويتها مع كابتن ربيع طبعا بهاي السلسلة اللي ما شافها رح أخلي روابط الحلقة من البداية لحد الحلقة الأخيرة الصندوق الوصف بالأضافة رح أخلي حسابات كابتن ربيع إذا حبيت السجل بأكاديمية أو عدك أي استفسار وطبعا من ضمن هنا أخلي الحلقة اللي تخص المنحة اللي حش عليها كابتن ربيع أتمنى أنه استفاديتوا من هاي السلسلة السلسلة أعتقد أنه كل شي بيها يخص الطيران وتحتاج تعرفها فراح تلقا بوحدة من الحلقات بس حبيت بهاي الحلقة الأخيرة أسولف وياكم وأذكركم ببعض الأمور المهمة فالخلاصة من الحلقات اللي سويناها حتى بشكل سريع وطبعا قبل ندخل شوي بكم موضوع مهمة ريدة أسولف بي وياكم الحلقات بكل موقع من مواقع التواصل الاجتماعي الخاص بي سويتنهم فولدر أو سويتنهم بلايلست يعني تروح على الانستجرام ورح تلقى بالهايلات دراسة طيران والروابط مع الحلقات ورح تروح على التيك توك كذلك هتلقى حافظة خاصة بدراسة الطيران وعلى اليوتيوب إن شاء الله هم حافظة خاصة بدراسة الطيران فحتى ما تتعب مرة ثانية ما تحتاج أي معلومة عن دراسة الطيران تدخل هذه الحافظات ورح تلقى الحلقات من أول حلقة لحد آخر حلقة اللي ردت أقوله بهذا الفيديو شنوه إنه الخلاصة إنه دراسة الطيران ما تهتم المعدل ما تهتم إلى تخريج شنوه دين هو مشروع شخصي تروح على حسابك الشخصي تمدا تكمل شهادة جامعية وتدورون إياك هاي الأمور إنه مجرد تكون صحتك زينة وتكون مؤهل شواء بالاختبارات البسيطة يختبروك ما قفل شي معاقد وأكيد لازم تحتاج لغة إنجليزية والأهم من هذا كله لازم عندك المبلغ اللي راح تدفعه للأكاديمية دراسة الطيران مكلفة نوعا ما فأنتم شوية كونوا محاضرين متقدمون حشوفون بعض الأكاديميات ممكن رخيصة وكذا أكيد هذا يعتمد على الكواليتي ونوع الرخصة ممكن تطيك رخصة مقبولة بس ما تطيك كواليتي قوية أو ممكن تطيك رخصة ما مقبولة وكواليتي ما مقبول فتكون حذر متقدم نين هذا يعني لا تخلي هو اللي يدفع ثمان أو سبع شدات ويجي يروح مثلا نفرض على ستش شدات أو مع العلم أنه أكو ستش شدات ممكن تحصل زينة بس نفرض أن تختاريت واحدة مو زينة مبلغ الستش شدات فأعزيت على روحك الشدة تدفع الستش شدات ما بقى شي للشدة فبالأخير تحصل في الشي جوز مو زين وهي مقاعدة نضرب أمثلة هنا كل اللي أريد أقوله أنه دراسة الطيران هو مشروع العمر أنت هنا تسوي روحك بروحك فيعني لا توقف على شي بسيط بالنهاية رح تتندم من يما عرفت هواي ناس حصلوا رخص ما مقبولة ورجعوا عادلة ومتجديد وخسروا وقت وخسروا فلوس متجديد اللي أريد أقوله دائما أختار أكاديمية حلوة وسمعته مرتبة وتكون بخرجة طيارين وشايف طيارين من خريجينها وهي الأمور الأساسية اللي دائما نشع عليها واللي حجيناها بكل الحلقات هذا كل اللي أريد أقوله وإن شاء الله إن شاء الله حسب حصائياته هواي منظمات طيران قبل كم يوم قرأته أنه بالشرق الأوسط بالأخص بالسنتين أو الثلاثة الجاية رح يكون أكو طلب على الطيارين بسبب أنه السنتين والثلاثة اللي مضت مع الكورونا كان أكو الشركات الطيران توقفة من الطلب على الطيارين وهو ما سيتطلعون تقاعد وأكو أوردرات للشركات للطيارات حتى عندنا بالعراقية وأوردرات اللي هواي عندنا الطائرات فمننا سنتين أكيد رح يكون أكو طلب على الطيارين وإن شاء الله هذا ما يكون من جانب الطلاب اللي هيدورسون بالفترات الجاية ذا تقريبا كل شيء كان عندي شي تحتاجون كتبونا بالتعليقات وما رح أقصروا إياكم وآسف إذا بالفيديو كل شي تحبوا عني بس أنا مسافر حاليا وبنفس الوقت دا أسوي لكم فلوغات ثانية ركض ركض بس حبيت أنه أختم هاي السلسلة ويكون هذا الفيديو النهائي للسلسلة وأكيد أتمنى لكم استفادئتوا من يم سيمو الله وأشوفكم بفلوغ جديد أو فيديو جديد سيمو الله حوايبي